يقول كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا كيف ايش كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا ما علينا من الحساد نحن نتحدث بنعمة الله شكرا لله قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والشكر ثلاثة أقسام تحدثوا بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله عز وجل هذا الشكر النعمة فنحن ما علينا من الحسات نحن نشكر الله ونذكر النعمة التي أعطانا ونثني عليه بها